الآن نجعل مثال الثالث الذي يقول شكل أوجد قيمتين X و Y في كل مما يأتي بحيث يكون الشكل رباعي متوازي أضلان طيب عمنا أول شيء نشوف أين كل زاويتان متقبلتان متطابقتان عمنا هيدا الزاوية طابق هيدا الزاوية فنقول 4Y زائد 4 يساوي 5Y ناقص 26 كما نخلي قيمة Y بطرف لحالة ونطلع قيمته فننقل 4Y للطرف عند 5Y و 26 نقل إلى هون حيث نخل المجاهل بطرف والأعداد بطرف وبصير عنا 26 زائد 4 لحظنا هون تغيرنا الإشارة هون الإشارة سالب لحظناها موجب لأنه عندما ننقل عدد الجهة الثانية أو بعد جنب رقم تتغير إشارته إذا كان سالب يصير موجب وإذا كان موجب يصير سالب سعنا هون بساوي 5Y ناقص 4Y كما هون صارت بالسالب أنه نقلناها 5Y ناقص 4Y بطلع عنها Y بساوي 26 زائد 4 يطلع معنا 30 و هذا ما نقص 4Y سأذهب إلى قيمة X سأذهب إلى قيمة X سأذهب إلى قيمة X سأخذ إلى هذا الزاوية في الطابق هذا الزاوية سأخذ إلى 7 X قيمة X سأخذ إلى 5Y لما تكون هكذا الشخصية المستخدمة خاصة التقسيم كما نتخلص من الـ 7 الموجودة عند حدث X سأخذ إلى 7 سأخذ إلى 1 لدينا قيمة X و Y بعدين نصير التعويض مثلا نقول إذا طلبنا من السؤال أن نطلع القاسزة وايا فنعوض مثلا عن هذه الزابة المعوضة نقول 4Y زائد 4 صح هو القيمة 30 ونقول 4×30 زائد 4 ونطلع عملية الحساب مع بعض الزوايا في السؤال